المترجم للقناة ثم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله أحسن هادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشامر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضغط في النار ثم أما بعد فهذا هو المجلس الثالث بعد المئة من شرح كتاب تدبرات الإمام ابن القيم رحمه الله وتعالى للشيخ عبد الرحمن السبهان وقد بلغنا إلى صورة طاها وتدبرات الإمام ابن القيم ما ورد في كتبه في هذه السوعة قول الرب عز وجل وأقم الصلاة لذكري قال المقيم والأظهر أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله عز وجل سابق على ذكره فإنه لما ذكره ألهمه ذكره أعظم ما شرعت من أجله الصلاة هو إقامة ذكر الله عز وجل قال تعالى أطلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الصلاة فائدتين فيها النهي عن الفحشاء والمنكر وفيها إقامة ذكر الله عز وجل وما فيها من إقامة ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر فإن العبد في الصلاة ينشأ بقلبه وبلسانه ذكر الله تبارك وتعالى فأذكر الله بقلبه وبلسانه ويتلبس بطاعة الله عز وجل خضوعا وانكسارا وافتقارا ركوعا وسجودا وتلاوة لكذاب الله عز وجل وتسبيحا وتحميدا ودعاءا ومناجاتا وهذا لا يقوم في الحقيقة إلا بقلب ذكر وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم وليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها فعلى قدر ما يعقل القلب من معاني عظمة الله عز وجل ومعاني جلاله وجماله وكماله ورحمته ورأفته وقربه تبارك وتعالى على قدر ما يكون للصلاة أثرا على قدر ما يقوم في قلب العبد من ذكر الله في الصلاة على قدر ما يكون للصلاة أثرا في حياته وأثرا في سلوكه وأثرا لها بعد التسليم من الصلاة فيجد نزوعا وبعدا عن المعاصي ويجد قربا من الله تبارك وتعالى يستشعره في التوفيق للطاعت والتوفيق للقربات والمسارعة إلى الخيرات وهذا يجده كل من ذاق ذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان فيا ثم من كن في وجد بهن حلاوة الإيمان يجد هذه الحلاوة ويجد هذا الذوق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة وكما يقول لبلال رضي الله عنه أرحنا بها يا بلال فيجد القلب في الصلاة راحة يجد فيها ملاذا يجد فيها مأوا يجد فيها أمنا يجد فيها طمأنينة يجد فيها روحا يجد فيها ريحانا يجد فيها قرة عين يجد فيها سعادة يجد فيها لذة وهذا إذا أقام ذكر الله عز وجل فيها ولذلك يسهل عليه ترق المعاصي يسهل عليه التوبة إلى الله عز وجل يسهل عليه أن يلهج لسانه بذكر الله بعده يسهل عليه الاقتراب والازدلاف إلى الله عز وجل بمزيد من الطاحت ولذلك قال ابن عباس إن إذا رأيتم العبد يعمل بالحسنة فاعلموا أن لها عنده أخايت وإذا رأيتم الرجل يعمل بالسيئة فاعلموا أن لها عنده أخايت وكذلك جزاء الحسنة الحسنة بعده وجزاء السيئة السيئة بعده فتجد الذي يقيم الصلاة على وجهها وعلى رسمها تجده موفقا بعد الصلاة إلى مزيد من الطاحت وقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري هذا يدلك على أن المقصود الأسمة من إقامة الصلاة هو إقامة الذكر ولذلك الذكر هو أعظم الأعمال وأسهل الأعمال بل شرع من أجله جميع الطاحت الصلاة الصيام الزكاة الحج كلها في الحقيقة تنصبه في أن يكون القلب ذاكرا حاضرا مشاهدا لله تبارك وتعالى بجلاله وجماله وكماله مراقبا محسنا يعود الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه قال صلى الله عليه وسلم سيروا هذا جمادان سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال ذاكرون الله كثيرا والذاكرات قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأسكاها عند مليككم وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى وخير من أن تنفقوا الذهب والورق في سبيل الله قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم إن شراع الإسلام قد كاثرت عليه فدلني أو قل لي عملا أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله إلى غير ذلك من الآيات والأحديث التي تحض على ذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا وأن الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرات عدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة وأن الذين يذكرون الله تبارك وتعالى قياما وقعودا على جنوبهم هم الذين يكتشفون ويفهمون طلسم الوجود وحقيقة الموت وحقيقة الحياة وحقيقة البلاء وحقيقة الامتحان وحقيقة الابتلاء وحقيقة الإختبار الذي أوجدنا الله فيه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فإن من يدمن الذكر فإن الله يفتح على قلبه من العلوم والحكم والفهوم ما يزول به كل لبس وما يزول به كل شبهة وما تنقهر وتنكسر به كل شحوة لذلك الكثير الذكر لله تبارك وتعالى إذنه منصور يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاذبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأي عدو تلقاه إن كان جنيا أو إنسيا من شياطين الإنس والجن إذا أكثرت ولهجت بذكر الله تبارك وتعالى ثبت قلبك في مواجهته ثبت قلبك في الانتصار عليه فإن الذاكرة لله كثيرا منصور على نفسه وعلى هواه وعلى شيطانه الذي يجري منه مجدين من العروق وعلى شياطين الإنس من الكفرة والفجرة والمنافقين وكذلك يفتح عليه في باب العلم وفي باب العمل وفي باب العبادة وفي باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فإن حقيقة الدعوة ذكر الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين حقيقة تلاوة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن ذكر لله عز وجل حقيقة قراءة السنة وفهم السنة ونشر السنة ذكر لله عز وجل حقيقة الصلاة والصيام والزكاة والحج كما ذكرنا ذكر لله عز وجل حقيقة الجهة ذكر لله وإنما هو يجايد لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا وكذلك التزبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بر الولدين وصلة الرحم وأن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وكذلك ترك ذنوب الخلوات وحسنات الخلوات هو ذكر لله عز وجل رغم الشهوة ورغم أنه لا يطلع عليك أحد ورغم أبود وساوس هامزات الشياطين هو حقيقة الاستعاذة بالله واللجء إلى الله واللوذ به تبارك وتعالى فالدين كله ذكر ولذلك قال تعالى الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذكر هنا هو الشريعة كلها كل ما فيها من عقائد وعبادات ومعاملات وسلوكيات وأخلاق وأعمال قلوب أعمال ظاهرة وباطنة كل هذا ينصب في الذكر والعبد كلما رصخ إيمان كلما اطمئنه بكل شعبة من شعب الإيمان علما وعملا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى ومفتاح كل ذلك الصلاة لذلك قال صلى الله عليه وسلم أعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع لماذا؟ لأنها متلبسة بالذكر اطل ما أوحي عليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الذين يطلون كتاب الله وأقاموا الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إننا نضيع أجر المصلحين فالصلاة متلبسة بذكر الله عز وجل وهو حقيقة الصلة حقيقة الصلة التي هي الصلاة التي أصلها في اللغة الدعاء هي ذكر لله تبارك وتعالى وأن يظل القلب يشرب ويرتشف من معين ذكره تبارك وتعالى الذي يرطب القلب ويغذي القلب ويقوّل القلب في مواجهة أوجاع الحياة وابتلاءات الحياة واختبارات الحياة ووساوس الشياطين ومرزاة الشياطين وزخرف القول من شياطين الإنس والجن كيف يثبت القلب أمام الشهوات والشهوهات إذا تغذى بذكر الله تبارك وتعالى ولذلك كان الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله إذا انتهى من صلاة الفجر يذكر الله تبارك وتعالى حتى شروق الشمس بل حتى يعتلي النهار ويقول الإمام نقيم هذه قدوته إن لم أدغده سقطت قوعه وكان يقول الذكر للسالك كالماء للسمك إذا خرج السمك من الماء فإنه يموت وكذلك إذا ترك الناسك العابد لله تبارك وتعالى الذكر فإن قلبه يموت قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وقال صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرم لذلك أن يكون لك ورد من الصلاة لا نتكلم عن الواجبات بل الواجبات هذه هي الفرشة الأساسية وأبا تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما افترطوه علي الصلاة الخمس في تكبيرات الإحرام في الصف الأول في المسجد ولكن يكون لك ورد من النوافل ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت وكنت سمع الذي أسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولإنساني لو أعطيانا والإستعاذ بيه لو عيدانا وأول النوافل وأحب النوافل هي الصلاة لأن الصلاة هي خير موضوع كما ذكرنا هي خير الأعمال كذلك نوافلوها هي خير النوافل الاثنى عشر ركعة في اليوم والليلة اثنان قبل الفجر وأربعة قبل العصر وأربعة قبل الظهر وأثنان بعد الظهر وأثنان بعد المغرب وأثنان بعد الأشاء هذه هي السنة المؤكدة وما ورد من صلاة الظحى صلاة الظحى من اثنين إلى ثمان ركعات وصلاة الأوابين حين ترمد الفصال وكذلك الأربع ركعات بعد الظهر وكذلك الأربع ركعات قبل العصر وكذلك الركعتين ما بين الأذان والإقامة في المغرب والعشام ما بين كل أذانين صلاة وما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم من قيام الليل 11 ركعة أو 13 ركعة لم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك على أقل تقدير صلاة الوطر أن يكون لك ورد من الصلاة وأن يكون هذا الورد أيضا متلبسا بما في صدرك من القرآن وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلوى القرآن التلاوة تلاوة القرآن في الصلاة لا سيما في الليل إن نشاءة الليل يشد وطأا وأقوى مقيلة أن يكون لك ورد من الصلاة مع ما في صدرك من القرآن فتقرأ القرآن في الصلاة هذا الأمر عباد الله يثبت القلب تثباتا عجيبا ولو أثر في القلب أثر عجيب في مواجهة الشهوات والشبعات وفتن الظاهرة والباطنة ولذلك كثير ممن يشتكي الذنوب والفتور والانتكاس والارتكاس والكسل والتأخر انظر إلى صلاته كيف يحسنها كيف يقوم بها على قدر إقامة للصلاة التي بها يذكر الله تبارك وتعالى على قدر اقترابه من القرآن بالصلاة فإنه يورث الطمأنينة والأمن والثبات ولذلك قيام الليل يزيل المخاوف كما قال صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني وكان يرتجف فؤاده وقال إني خشيت على نفسي فأنزل الله يا أيها المزمل قوم الليلة إلا قليلة ما الذي يذهب عنك مخاوفك ما الذي يسكن قلبك ما الذي يجعل جروحك تندمل وجروح روحك تندمل الصلاة طول الصلاة وذلك كان نبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثمار ركعات كما تقول عائشة لا تسهل عن طولهن وحسنهن وكان يقوم الليلة كله بآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تخفي لهم فإنك أنت العزيز الحكيم كذلك كان يقوم الليلة بالبقرة والنساء وأهل عمران وكذلك كان يصلي المغرب بصورة الأعراف وكذلك كان يقرأ من الستين إلى المئة في صلاة الفجر وكذلك كان يطول في صلاة الظهر وفي أول ركعة حتى يذهب الرجل إلى البقيع ويرجع وهو لم يركع بعد وإلى غير ذلك فكان نبي صلى الله عليه وسلم يطيل أمر الصلاة كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فكانت الصلاة بالنسبة له أنه يريد أن يرتاح منها بل يرتاح بها وهذا هو علامة المؤمن، علامة السائر، علامة السالك، علامة الناسك، علامة العابد، علامة الذاكر لله عز وجل كثيرة ذكري لله كثيرة؟ مش بس باللسان يعني علامة الذاكر هو الصلاة وأقم الصلاة لذكري من أحب الصلاة فهو الذاكر لله كثيرا من أتقن الصلاة، من أحصن الصلاة، من كانه من أقام الفرائض وأتبعها بالنوافل أي الصلاة فإنه الذاكر لله عز وجل هو الفاهم عن الله الرجل الذي قد فهم عن الله تبارك وتعالى أن هذه الصلاة في الأصل من أجل ذكر الله عز وجل قال والأظهر أن هلام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكره ويلزم من هذا أن تكون إقامته عند ذكره فأنت تذكر الله فقوم تصليه يقول ولم تذكر الله حتى ذكرك الله ذكر العبد لله عز وجل بين ذكرين يذكرك الله عز وجل أولا فيوفقك لذكره فتذكره ثم يذكرك ذكرا ثاني مكافأة وجزاء على ذكرك هذا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا العبد لا يذكر حتى يوفقه الله للذكر ثم تاب عليهم ليتوبوا فما كنت لتذكر إلا أن يشاء الله ذلك وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين فإذا ذكرت الله تبارك وتعالى الله يذكرك في الملأ الأعلى يذكرك في نفسه إن ذكرته في نفسك ويذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته في إذا ذكرته في ملأ من الناس وهذا يشمل مجالس الذكر يشمل دروس العلم إلى غير ذلك نقول أن أعظم ما يوفق إليه العبد في أمر الذكر هو أن يجعله الله مقيم الصلاة ولذلك كان دعاء إبراهيم عليه السلام رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اضف لي ولولدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إذن أن يجعلك مقيم الصلاة وهذا الدعاء يثبت خلق الله عز وجل أفعال العباد وهذا من الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله السابق والإيمان بكتابة الله المقادير والإيمان بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة تبارك وتعالى والإيمان بخلق الله أفعال العباد فالعبد فاعل منفعل بفعل الله فيه فالعبد يفعل له قدرة وإرادة بها يقع فعله وإن كانت الإرادة والقدرة والفعل كلها مخلوقة لله عز وجل فالعبد يفعل والله تبارك وتعالى يوفقه لذلك والله عز وجل يوفقه لذلك والله تبارك وتعالى يخلق فيه إرادة ذلك وإن كان هو يقع هذا الفعل بإرادته وقدرته المقصود أن أعظم الدعاء الذي يدعو به الإنسان هو قوله إبراهيم رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريته فأنت تقيم أنت مقيم الصلاة ولكن هذا بجعل الله عز وجل وتوفيق الله تبارك وتعالى وهذا يدلك على عظم أمر الصلاة وإقامتها وإنشائها على الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى في حسنها وخشوعها وركوعها وسجودها وحسن التلاوة وإقامة مواطئة القلب لللسان في الصلاة في أذكارها وفي حركاتها من الركوع والسجود قال تعالى وأقم الصلاة لذكريه فإنما تقيم الصلاة من أجل ذكر الله تبارك وتعالى ومن أجل إقامة ذكر الله تبارك وتعالى ولذلك العبد الذي يخرج من الصلاة ولم يلن قلبه ولم يستشعج جلال ربه وجماله وكماله وعظمته ولم يجد لها أثرا فهذا يدل على أنه لم يذكر الله فيها ولذلك قال تعالى عن المنافقين وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إلى آخر الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا حتى في الصلاة لا يذكرون الله إلا قليلا وإنما يقومون إليها قسالة متثاقلين لا يجدون لها خفة ولا روحا ولا لذة ولا مذاقا ولا قرة عين لأن قلوبهم لم تتلبس بحقيقة التعبد لله في هذه الصلاة قال تعالى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى هذه الجملة التي قالها موسى وهارون في الحقيقة تضمن كنوزا من أصول الدعوة إلى الله ومعاني الدعوة الفردية وكيفية الأسلوب وكيفية الحكمة والموعظة الحسنة في أسلوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فنقف معها بإذن الله تبارك وتعالى السبت القادم قل القولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانه وتعالى وردنا ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا للمشاهدة